وما هو حجم الفساد في الاقتصاد في كل عام بتطلع المراجعة العام السوداني بيتكلم عن ملايين عشرات ومئات الملايين من الدولارات هي حجم الفساد واموال مجنبة والصرف بذخي تحدث عنه الرئيس نفسه وتحدث عنه المسؤولين الكبار أنه هناك كان في صرف بذخي كبير جدا ترتيب الأولويات غلط 70% من الميزانية بتمشي للأجهزة الأمنية أديك هنا أرقامنا أحملها معي عشان نورك ترتيب الأولويات من حيث النواحي الاقتصادية في ميزانية دي مقروعة من ميزانيات عام 2009 ميزانية القصر الجمهوري وحدها 235 مليار ميزانية وزارة الصحة 122 مليار ميزانية التربية والتعليم 31 مليار ميزانية الرعاية الاجتماعية 6 مليار قال تأهيل وزارة الدفاع فقط تأهيل وزارة الدفاع بـ 121 مليار جملة مشروعات المياه في السودان 2.5 مليار لاحظ الفرق الهائي جملة تنمية القطاع المطري يعيش عليهم 50% من السودانين 8 مليار يعني ميزانية القصر الجمهوري وحدها تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وده الأرقام هذه منشورة في ميزانية منشورة ده أرقام الحكومة في ميزانية 2009 أجيك لميزانية 2011 قبل التعديلات الأخيرة الأحدى الأدخل فيها وزير المالية خصص لجهاز الأمن وحده 1.3 مليار جنيه بينما كانت ميزانية الصحة 500 مليار والتعليم 400 مليار والصناعة 100 مليار يعني مخصصات الأمن تفوق ميزانية الصحة والتعليم والصناعة ده مقرؤة من الميزانية لنشرة الحكومة فإذا ده الأولويات نجي نحن كشعب ندفع تمن إخفاقات الحكومة ترجمة نانسي قنقر